اهلا بكم في حلقة جديدة من الزمالك لايف كل سنة من طيبين ايام رمضان يخلص ويجي العيد العيد على الابواب وكمان العيد الكروب بتاعنا على الابواب الاهلي والزمالك احنا عندنا عيدين كل سنة اهلي وزمالك المارش الاول خلص اثنين واحد المارش اللي جاي اتمنى وان شاء الله الزمالك هيعمل تجي كويسة الزمالك مستوى اليومين دول يوم في الطالع ويوم في النازل النتائج مش مستقرة اوي الدنيا لسه مش مزبوطة اوي معاه بس انا شايف ان الزمالك زي وزي اي فريق الاجابيات فيه والسلبيات فيه معقولة ما فيهاش مشاكل اه فرقة مش عايشة في المدينة في فاضلع فرقة زي زي اي فرقة فكون انا متفائل وحاس ان ان شاء الله ان شاء الله الزمالك هيعمل تجي الكويسة في ماتش الاهلي بعض النقطة المهمة اللي هنتكلم فيها قبل ماتش القمة ودي لازم 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 كارترون واللعيبة ياخدوا بالهم منها اول حاجة فكرة مشاركة شيكابالا في مركز عشرة اعتقد صعبة رغب ان هو لعب حلو قدام سموحة بس ليه صعبة لان شيكابالا بيميل يمين وبيميل شمال مع ابن شرق ومع زيزو لان هم تعود على دي دي طريقة لعبه من هو صغير لما بيميل ناحية زيزو اكتر بيتحرك معاه بيتحرك هنا ساسي بيزيد في نقطة عشرة في قطل وسط طرق حمد لوحده في المنطقة دي كلها هيقابل بقى على ولا بسات ولا عرضيات ولا ضغط ولا كار عالية ولا 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 ده كله فده بيعمل ان الزمالك مبقاش ممتلك نص الملعب وفرقة المنافسة ليه بتسيطر على طول على وسط الملعب ده حصل ما في ماتش الاهلي والزمالك اتنين واحد وماتش اسموحة اللي فارق المنطقة ونص الملعب للزمالك دايما ضيعة بسبب ان ساسي بيتقدم يبقى الحل هنا ايه الحل هنا ان ساسي يرجع مكانه شيكابالا يرجع مكانه هنا مكان زيزو وهنا اوباما وزيزو بقى ايه يعني يرجع البلد بقى ولا يشوف اي حاجة يعملها براحته يعني ده موضوع منتهي بالنسبة لي وبمنازمة زيزو انت في ماتش اسموحة لو شبته كورة ولا بصوت كورة ولا عددت بكورة ولا لعبت عرضية ولا وقفت هجمة ولا سعدت مع الزمالك طيب انت جيتم مع اسكر ليه انت ما عادش في الفندق ليه يعني ما انت كده على على الفريق للماتش الخمس تلاف ومتين على التوالي كل ماتش انت على على الفريق حاول ترجع لمستوك يا ما ترجع بلد شوف لك حل اللي عمله في نفسك من النوقت اللي انا خايف ميرها في ماتش الاهلي العصبية اللي كان عليها بعد لعبت الزمالك في بداية ماتش اسموحة كان محمود علاء وطرق حامد واشرب بن شرق وساسي كانوا بيلعبوا بعصبية وبتعامل مع بعض العصبية في الملعب بطريقة غريبة جدا لدرجة انه واحنا قاعدين برة في المدرج سمعين محمود علاء بيقول طرق حامد كل واحد يخليه في شغله يعمل شغله بس ودي كانت من اللقط اللي انا اتكلمت مع كارترون فيها في المؤتمر الصحفي بعض الماتش وسألته هو العصبية اللي كان عليها اللعبة والطريقة اللي بتعاملوا فيها مع بعض دي ازروفها هي دي ليه يعني هل دي تعليمات منك هل دي يعني لازم شوف لها حل هل لعيبك هتخرج الاطار فقال لي لا قال لي انا اللعيبة كان بتبدأ الماتشات هادية ما عندهاش حمية لما طلبت منهم يعملوا الحمية وانهم بقالبهم في الملعب اوي زهرت بالعصبية دي حلو الكلام ده مستر كارترون يبقى احنا نتكلم بقى هنا في ايه ان اللعيبة لازم تعمل كنترول على نفسها ما بين انه انت متبقاش عصبي اوي ومتبقاش مريح اوي هو انت يادية دي تم تزبطها فاعتقد ان العصبية دي مش مش عايزين هيها تأثر على اللعيبة في ماتش الاهلي خاصة ان طارق حامل ومحمود علاء بوجه انت قدتش دي لفترة اللي فاتت وده مخلي العصبية بتاعته في الملعب اه مأسر سلبي على الفريق من النقط اللي الزمالك كسبها قبل ماتش الاهلي محمد عواد محمد عواد كسب سقة جمدة جدا جدا في ماتش سموحة شل كزا كرة حلوة زهر بمستوى كويس ما دخلش في غرجون واحد مش غلطته غلطت يعني او مش غلطت حد الى حد ما قد مهارة من مصطفى فاتحي فاعتقد لا اعتقد محمد عواد من المكاسب او حل مشكلة كبيرة قبل ماتش الاهلي اللي كان الزمالك بيعاني منها هي مشكلة حراسة المرمى بمبقى جنش عوادة مجابة للخناءات اي اي الكلام ده كله لا الحمد لله الزمالك اعتقد الحمد لله ان الزمالك عدى المرحلة دي بوجود محمد عواد في الماتش الجاي النقطة دي انا بوجهها للعيبة لعيبة الزمالك عندوكو مشكلة لا هي موجودة لا في كارتيرون ولا في باتشيكو ماتش سموحة كارتيرون واقف على الخط بيتنطت بيقول يا جماعة اطلع زيد روح اضغط مش عارف سين الهجمة بسرعة من الدفاع للهجوم اتحركوا 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 الى حيات المنتونية ده ان درجته وهو بيدي التعلمات دي ومنفعل القميز بتاعه اتقطع القميز اللوجو الزمالك اتقطع نفس المشكلة دي كان بيعاني منها بتشيكو في الفترة اللي كان موجود فيها وانا اتكلمت معاه بعد ماتش بيرامد وسألته هو ليه اللعيبة ما بتزيتش ليه ما بتضغطش قال انا اكتر كلمة تعلمتها هنا في مصر كلمة اطلع ورغم كده اللعيبة مش بتنفزها فاعتقد ان الموضوع بقى عنده كنتو سرعة الارتداد من الدفاع للهجوم دي مشكلة العيبة مش مشكلة مدير فني لما اشتك منها كارتيرون ولما اشتك منها بتشيكو يبقى المشكلة عنده كنتو تحديدا هنا في الحتة دي مين اللي بيربط بين الدفاع والهجوم غير فرجاني سياسي الموظف اللي بيلعب ببدلة يعني ايه لعب ببدلة وفضلك شهر ولا شهرين بتلعبهم في الزمالك لعبهم حلو وبضميرة عشان الزمالك محتاجك في الفترة جيدة اخر حاجة وهي سر استبعاد وباما ممتش سموح وباما عنده مشكلة كبيرة في الكتف بيعاني من اصابة مزمنة في الكتف لازم يقعد ويريح ويتعالج اتكلم مع كارتيرون كذا مرة وقال له أنا عايزة رايح أنا مش قادر اللعب أنا عندي اجهات كدفوا وجعني اتعور مرة واتنين بيتخبط فيها كارتيرون مكانش بيريحه اضطر 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 محتاج ان هو يتعالج ويعمل عملية من قبل مطش النهائي بتاع افريقيا اهلي والزمالك الدورة ابتال افريقيا اللي فات وبما عنده مشكلة لازم دولة يتعالجوا لازم عشان يسندوك ويشيروك الفترة اللي جاية. شكرا لكم بالتوفيق للزمالك وان شاء الله زمالك هيعمل مطش حلو وهيعمل نتيجة حلوة على الاهلي في المطش الجاي. شكرا.